بالنسبة للمغرب لاحظنا منذ مدة طويلة أن هناك رغبات ملحة على إبعاد المغرب من كل المؤتمرات التي تناقش المسألة الإرهابية أو تحاول أن تحدد مصار هذه المنطقة وخاصة بالنسبة لإفريقيا جنوب السحراء وكانت النظام الجزائري على وجه الخصوص يعتبر أن المغرب ليس له حدود مباشرة مع المنطقة لكن عندما وقع ما وقع وطلبت السلطات الفرنسية من المغرب أن يرخص باستعمال الفضاء المغربي لمرور طائرات المقاتلة الفرنسية كذلك المساعدات التي قدمها المغرب على المستوى اللوجستيكي ونحن نعلم أنه حتى قبل اندلاع المعارك كان المغرب يستقبل العشرات بالمئات من العسكريين الماليين لتكوينهم في المدارس العسكرية المغربية وللقيام بعمليات تكوين مستمرة وبالتالي المغرب يعتبر أنه بالأساس تربطه علاقات روحية تقافية حضارية